الكتاب المقدس في يعقوب 4-4 بقول أيها الزناوة الزواني أما تعلمون أن محبة العالم هي عداوة لله الرسول يعقوب يتكلم بوضوح عن هذا الأمر الرسول يحنى يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العيون وتعظم المعيشة هذا ليس من الآب بل من العالم العالم يمضي وشهوته أما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد ولما الكتاب يقول لا نحب العالم طبعا في اللغة الأصلي في ثلاث معاني للكلمة في العالم اللي هو الخليقة والكواكب وكل هذا الكون جميل ونحب هذا الكون لأنه خليقة الله ثم العالم لأنه هكذا أحب الله العالم هو الناس ينبغي أن نحب كل الناس بدون أي استثناء تحب العدو وتحب القريب وتحب كل البشر بدون أي حاجز بدون أي فاصل لكنهم يتكلم لما يقول لا تحب العالم يتكلم عن نظام هذا العالم عن قيم هذا العالم عن فلسفة هذا العالم عن مبادئ العالم الشرير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة